اشتركوا في القناة وضيفنا الكريم نرحب بالدكتور عبدالله العواضي مستشار مالي وخبير ريادة الأعمال أهلا وسهلا صباح الخير دكتور صباح نور حياتي الله اختيالي كيف الحال شاء الله يسلم الدخول في عالم التجارة والمال والأعمال يجب أن يسبق استعداد مسبق وخطط واضحة ورؤية كذلك لهذا المشروع بشكل عام وأهمية أن تكون لكل رائد عمل ولكل من يحب أن يدير المجال المالي ومشروعاته وما إلى ذلك ونفقاته كذلك أن تكون له خطة واضحة ورؤية نعم يزاة الله خير على الطرح هذا أول شيء أبغي أوضح نقطة مهمة أن رائد الأعمال اللي يتخوف من الأرقام وكراءة الأرقام وتفسير الأرقام ما رح يصبح بسؤولة رائد عمل لأن الأرقام تعطيك النتائج وبالتالي المفروض على كل رائد عمل أن تكون عنده ثقافة مالية الأساسيات ما نبغيك تكون ضليع كخبير مالي ولا محاسب ولا متخصص في دراسة جد ولا لكن لازم أنك تفهم الأرقام تقرأ الأرقام وبالتالي هذه الأرقام هي عبارة عن تفسير للخطط والاستراتيجي اللي يبغي تطبق فيها مشروعات نعم فمهم جداً أصبح اليوم أن حتى وأنا أسوي دراسة الجدوى كرايد عمل أحتاج أني أقرأ الأرقام وقرأ التفاصيل وأشوف الافتراضات اللي وضعت عليها هذه التحليلات لأنه قد يكون مش مرتبط بالواقع كيف يكون ذلك؟ يعني أعطيت مثال أنا اليوم لو رائد عمل وعندي مشروع خلنا نقول أبغي أسوي مصنع لصناعة العبي ويطع شركة متخصصة بدراسة جدوى وقلت أنا أبغي أسوي مصنع صناعة العبي سوي لي دراسة إذا أنا كرايد عمل ما عندي التفاصيل ما عندي المكونات الأساسية ما عندي الأسعار المتداولة في السوق ما عندي حقيقة أني أقرأ وأفهم وين التكاليفتي وبالتالي كيف أنا أقدر أسيطر على هذه التكاليفة وأخفضها يبقى سمحيلي في النهاية أنت كنك تأخذ كتاب من على الرف وتقول حق الطلاب اقرأوه فهذه ما يستوي أنا لازم تكون قابلة للقياس الأرقام وواقعية مرتبطة بسوق العمل كذلك الله ينور عليك أنت يبتي مبدأ مهم جدا في رياض الأعمال وهو ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته وبالتالي القياس في أي شيء تبينه يفسر بالأرقام صحيح لذلك الإدارة المالية هي عبارة عن تدير هذه الأرقام وتفسرها لصاحب الاختصاص أو المشروع وتقول لي ترى هذه الأرقام معناته واحد اثنين ثلاث فلابد أني أنا دائما أحطي لي مؤشرات تقيس الأداء تقيس المصاريف تقيس الإيرادات تقيس حتى أنواع المنتجات اللي قاعدة بيها وشوف الأرباح موينتي أي منتج يسبب لي خسارة أي منتج يسبب لي زباين أو يخلق لي عدد كبير من الزباين ولكن ممكن يكون ما في مربح ما أقدر أستغني عنه في نفس الوقت في منتجات يسمونها البقرة الحلوب يعني هذا اللي يبلك الإيراد يبلك النفقات يغطي لك النفقات تتدفق يعني بشكل مستمر بالضبط يبلك يعطيك سيولة عالية فلذلك بتلاقيين أحيانا رواد الأعمال في منتج عنده يحدد هامش ربح مرتفع في منتج عنده يبيع بسعر السوق وفي منتج عنده يخسر فيه بس ما زال يبيعه لأنه لو طلع هذا المنتج اللي يخسر فيه من القائمة عنده قد يخسر موراه زباين جميل إذن هي دراسة شاملة ومترابطة كذلك وتخصيص كل جانب بقدر معين ربما من المبالغ المالية وقياسها في أن ما تنزل عن حد المطلوب ولا مثلا تكون أرقام خيالية ربما ما لها علاقة بالواقع خصوصا في دراسة الجدوى مثل ما ذكرت في البداية يجب أن تكون الأرقام واقعية ومرتبطة بسوق العمل ويجب أن يكون رائد العمل كذلك ملم بهذه الدراسة صحيح أنا بعطيت تأكيد على كلامة هذا اليوم كثير من الزباين ما يصيرون عند التجار المواطنين السبب بسيط يقول لك المواطن سعر مرتفع هذه ليس حقيقة أمية فلمية لأن المواطن إذا ما عند السياسة تسعيرية مناسبة تقرأ توقعات الزبون وتحلل الأسعار السائدة في السوق ويحل البناء عليها التكاليف بحيث أن يقدر يشوف البداية للمناسبة لتخفيض التكاليف ففعلاً بيكون سعر مرتفع وكذلك أصبح الزبون اليوم يعني واعي واعي ويقيس هذه الأسعار ما بين مكان ومتجر وآخر فيلاحظ أكيد هذه الفروق فيجب أن يرتبط ربما صاحب العمل يربط أسعاره المحيط به يعني في هذا المجال حتى تكون المنافسة يمكن متقاربة ما يكون هناك مع ذلك أختي علي أحيانا تلاقيين أن هذا التاجر عنده ميزة تنافسية أو عنده تميز في منتج معين ما يمنع أن يكون عنده سعر مختلف لهذا المنتج فقط ويبرز ميزاته ويبرز للزبون ليش أنا في هذا المنتج سعري مرتفع للأسباب واحد اثنين ثلاثة متما أنا قدرت أقنع الزبون ليش أنا سعري مرتفع لهذا المنتج فقط يبقى أقتنع الزبون بديت أخلق قاعدة سوقية لي أنا بديت أقدر أميز نفسي عن المنافسين بعد ما أثبت أنا في السوق أقدر شوي شوي أرفع الأسعار بشكل سلس وبسيط جميل وكذلك جانب آخر دكتور أن الفصل ما بين الذمة المالية للشركة أو المشروع وكذلك للإحتياجات الشخصية أن مثلا إذا لقم أرباح مثلا من مشروعة ما يروح يصرفها على أموره الشخصية ويخلط الأمور يدخل في متاهات أخرى ما أهمية تنظيم هذا الجانب والله شوفي أنا وائد من الحالات يبني حقيقة وأتكلموا إياهم في موضوع الخلط ما بين الذمة الشخصية وذمة الشركة المشكلة ليست زحبة الفلوس من هذا المشكلة أنه حتى أحيانا يحصل أنه يحول الفلوس من حساب الشخصية إلى حساب الشركة بدون قياس والعكس صحيح يحول الفلوس من حساب الشركة إلى حساب الشخصي على افتراض أن هذه أرباح إليه أو أنها راح تخصى من الأرباح المستقبلية هنا في مؤشر خطير جدا لازم يراعي راية العمل وهو حجم السيولة المطلوبة لإدارة المشروع في المرحلة القادمة يعني أنت كرائد عمل لا تنظر فقط لنتائجك التجارية في الفترات السابقة وأنك حققت الأرباح لا أنظر لإحتياجات السيولة لتوسع المشروع أو حتى مجرد استنبراريته في المرحلة القادمة طيب هذا معناته وصلنا إلى معضلة رواد أعمال كثير للأسف ما يعرفونها أنه في فرق يا أخي ما بين الأرباح التي حققتها وما بين السيولة الموجودة عندك في البنك السيولة لا تعكس الأرباح والأرباح لا تعكس السيولة نور بحذي النقطة بعطيت مثال عندك مشروع تجاري حقق لت في نهاية السنة مئة ألف أرباح لكن رصيدت في البنك فقط خمسين ألف قلتين قولي عبد الله كيف قلت لأن الخمسين ألف الباجئ هي عبارة عن فلوسة موجودة في السوق بعد ما حصلتها أو هي عبارة عن نفقات للفترة القادمة أنت دفعتها مقدما فطلعت من تي ست نعم هنا هذه لما يأنا وأقول أوكي بوزع لي ربح أو وزع لي أساس الخمسين ألف الموجودة في البنك ولا المئة ألف الموجودة في التقارير المالية هنا يجب قياس صافي الربح بعد خصم جميع الالتزامات وجميع الأمور المتعلقة من دفعات مسبقة أو حتى ربما أقصات مثلا أو ديون وما إلى ذلك صحيح هنا يمكن قياس الربح الصافي نضيف عليه أنا شو أحتاج كسيولة للفترة القادمة الخطط المستقبلية بالضبط لأن اليوم عليها مثلا لو أنا قتلت شيء موجود عندي رصيد خمسين ألف وأنا قلت خلني أصرف لي ثلاثين ألف أرباح تمت عشرين ألف الفترة اللي آية العشرين ألف قد لا تدير المشروع لا تشغل المشروع وبالتالي أنا حققت أرباح بس ما عندي سيولة طيب العكس صحيح ممكن يستوي أطلع أنا الميزانية المدقق المالي طلع لي أرباح خمسين ألف وأنا عندي في البنك ميتين ألف شو معنات هالكلام هل أقدر أنا أصرف الخمسين ألف ممكن تقدر تصرف الخمسين ألف ولكن الميتين ألف هي عبارة عن أموال أنت أخذتها مقدما من مبيعات أو عمليات بيع سويتها ولكن بعدك ما سلمتها فقد تحتاج خلال الشهر الشهرين ليايات من الميتين ألف هاي أنك تستنزف يمكن أمي وخمسين ألف لذلك ربما يجب أن يكون هناك رصيد احتياطي للطوارئ للأزمات لحدوث ما لم يكن في الحسبان حدثنا عن هذا الجانب أهمية الخطة البديلة نعم هي دائما قبل ما تكون خطة بديلة أنا أكلم دائما أقول للناس اعتبروها ثقافة ثقافة مالية أنه دائما يكون عندك صندوق للطوارئ نسميه مخرج طوارئ في كل المباني هناك مخرج طوارئ نحن نعد ناظر مخرج طوارئ أكيد لأنه لا يستخدم ولكن هو للطوارئ نعم طيب أنا حطي كلما أبيع شيء وحصل إيراد أخذ جزء من هذا المبلغ واركنه عليهم حق مخرج الطوارئ أو صندوق الطوارئ طيب ممكن أي أنا أقول لين متى أتم أراكم هذا المبالغ أتم أراكم هاي المبالغ في وجهة نظري أنا الشخصية لحد ما يكون عندك ما يعادل خمسين في المئة من رأس المال طيب وفرت الخمسين في المئة خلنا نقول لنا رأس مالي مئتين ألف سويت صندوق الطوارئ في مئة ألف عقب لا عقب ما يحتاجد الدخل المفروض في هذه الحالة إذا استقر المشروع عندك وصار عندك استمرارية واستدامة وحاب تتوسع فالمبلغ الموجود عندك في صندوق الطوارئ يساعدك بكل أريحي أنك تتوسع وتفتح فروع أو تزيد من نشاطاتك أو تكبر مشروعك التجاري فأصبح عندك أنت سياسة لا سمح الله صار لك ضرق معين ومحتاج أنك تدفع تقدر تدفع من هذا المبلغ المخزن ولكن لا تنسى متى ما اعتدل الحال مرة أخرى ترجع تسحب مرة ثانية من مبيعاتك وتحطي في هذا الاحتياط لا سمح الله ليس بس للطوارئ اللي ممكن بل ممكن تستفيد منه في توسع وتنمية مشروعك التجاري وتغطية نفقاتك العاجلة والحصول على صفقات استثنائية جميل إذن يجب عدم الاستعجال لصرف هذه الأرباح وجعلها كاستثمار للمشروع نفسه وتطويره وتوسعه ما همية الدكتور ربما أن يكون للشخص دخل إضافي آخر ربما الكثير من شبابنا اليوم يعتمد اعتماد كله على ربما الوظيفة وما إلى ذلك ما همية أن يكون له جانب تجاري كمدخول إضافي بالمناسبة فيه تدخل أو تداخل في الأفكار عند كثير من الشباب اليوم ما بين أنا إذا بسوي مشروع تجاري عشان يحقق لي مدخول ترى أنا لازم أتسلف أو لازم أتدخر وعجب أحطي هالفلوس وإذا خسر المشروع هذه كلمة وإذا على طول تسكر له باب الطموح اللي حاصل فأنت اليوم يقول أنا بدل ما أصير أتدخر على أساس أني أفتح لي مصدر جديد للدخل أروح أخسر هذه الفلوس لا وممكن يكون علي أقصاط للبنك أدفعها أنا بقول بكل بساطة شغلتين حطوه يا شباب في بالكم الأولى أنك لازم تدخل المشروع التجاري بتحمل جزء من هذه المخاطرة ويكون مدروس صح التجارة ربح وخسارة طبعا نعم الشغلة الثانية لازم تفكرون بطريقة مو بشرط أنك تسوي مشروع تجاري بكامل المواصفات يطلب 200 و300 ألف يا أخي مجرد الاستثمار في قدراتك ومهاراتك وإمكانياتك يحقق لك مدخول في استخدام مهاراتك هذه في عوقات فراغك بدون ما تفتح مشروع تجاري كلفك مئات الألو كذلك استغلال وسائل التواصل الاجتماعي اليوم سهلت عملية التجارة الإلكترونية بدون وجود ربما محل قائم على الأرض الواقع ويمكن حكومة الشارقة وفرت هذه الرخص للعمل من المنزل مضبوط ورمزية نعم حدثنا عن هذا الجانب نفتح بارقة أمل للشباب اليوم لكي ندخلوا في هذا المجال والله شوفي أنا أقول هذا الكلام يبدأ من الطفل إذا بدنا مع الطفل ثقافة أنك أنت لا تصرف مجرد الصرف بل حاول أنك تبدأ تخلق مصدر جديد للإيرادة وأنك ما يكون من جيب والدينك راح يصل هذا الطفل لما يوصل إلى عمر الشباب يفكر في طريقة طيبة حتى لو اشتغلت اللي اشتغلت هو عبارة عن الوظيفة هي عبارة عن مصدر أمان ولكن مصدر الطموح وتنمية الإمكانيات وزيادة الدخل وبناء الثروات يأتي من خلال التجارة يأتي من خلال قيامك مشاريع التجارية يبقى أنا لو بديت من أنحين أزرع هذه الثقافة وشجع الشباب والأطفال قبلهم على بداية مشروعهم خلنا نسميه الإفتراضي راح يبدأ يفهم فنيات التجارة بحيث أنه عقب سنتين ثلاث بيقدر يبدأ مشروع أهل أول مثل ما قلتي اليوم بعض المشاريع ما تطلب رخص صحيح ليش لأني أنا قاعد أسوق وبيع مهاراتي لكن إذا أنا بقوم ببيع منتجات وبضاعة وخاصة إذا بضاعة مرغوبة ما بس مرغوبة إذا بضع عليها رقابة من البلدية والدوار الاقتصادية تحتاج أن يكون عندك ترخيص لأن لو ما عندك رخصة زباينك ما رح يثقوا فيك إذا الإلمان بالجانب القانوني كذلك جدا مهم هذه النصائح التي قدمتها لسادة المشاهدين ولشبابنا اليوم نتمنى أنهم استفادوا منها شكرين حضوركم ومشاركتكم معنا هذه المعلومات كل شكر وتقدير الدكتور عبد الله العوضي مستشار مالي وخبير ريادة أعمال شكرا جزيلا الله حفظه شكرا جزيلا